الخبر الأول الذي عادنا عن نورمار واعتزاله للسوشيال ميديا بالنسبة لساءة عن السبب فقمر مار نزلت هذا الستوري اللي كان به شي غريب باسم لساءة شنه هو فرزوا لي يا حبيب هذا الستوري اللي يجوا راح تلاحظون انو الحساب المفتوح هو حساب نورمار والستوري نزل على حساب قمر يعني هذا واضح انه نورمار فاتح الحساب ومنزل الستوري ولكن ملاحظة انو هذا الستوري هو القديم القمر ولكنه رجعت نزلت لليوم وهذا يؤكد أنه حساب نور مار بالسابق من ما أخذ حساب قمر عنده فأغلب المتابعين رجعوا يصالوا يطلعون إشاعات أنه قمر مار هي مهددة من نور مار بأشياء ومادري شنو هذا الشيء اللي يخلي نور مار أنه هو كل شيء عصه بكتب كومنت على حسابه بالتيك توك والذي كان كاتب بي يا جماعة ترك كثير زودتوها وجعل لي رأسي خلاص صار رايح والجاي يقول أنه أنا مهدث قمر بشغلات وأنه إذا اعتزلت لا تلوموني طبعاك بعض الأشخاص يقول أنه هذا الكومنت هو بفوتوشوب فمادري صراحك من أحباب بالكومنتات شراء لكم باللي صاب بحساب قمر وطلع هو أساساً بالسابق كان عند نور ننتقل حالياً نور ستار وأغنيتها الجديدة في نور ستار نزلت على حسبها بالإنستجرام هذا الهيستوري اللي كان بي واحد من المتابعين قاعد يسألها شوك تناوي يتنزلين أغنية جديدة فهي ردت عليه إن شاء الله بعد شهر ونص ننتقل حالياً موفلوكس ووصول قناته باليوتيوب للأربعة مليون متابع في إن شاء الله ألف مبروك أخبال العشرين مليون يا رب وطبعاً لتسون يا حبايب أن نتبار كلها بالكومنتات على هذا الإنجاز وبالنسبة يا حبايب هو نزل هذا البوست اللي جان به هو دي يحتفل بالأربعة مليون جايب كيكة عليها مليون وثنين مليون وثلاثة وأربعة مليون ننتقل حالياً الأميرة الحسين وطالبها من محمد كريم أن ترجعون يحبون بعض للمرة الثانية فأميرة نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا اللي ستوري شوفوه مبكّر يحسن إيه لو نرقعتني وبدل من طبعاً أغلب المتابعين صاروا يلاحظون أن أميرة هوايدة طلوا من محمد أنهم يرجعون للبعض كحب ولكن محمد كريم ما قاعد يعبرها ولا قاعد يحكي بالموضوع يعني فلتتوقعون أن أميرة غلطان غلط شبيره يا محمد فلي هذي هو ميريدي يرجع لها ما يجب الصراحة لشان توقعتكم الموضوع نختم آخر شيء بماريانو ليش هيه كانت خايفة أنه قلبها يوقف فنزلت على حسابها بالإنستجرام شوية تشتوريات شان تقيت بها قلبها لمدة خمس دقائق وقلبها شان تصعد وينزل شات كاتب أنه هي كلش خايفة وحاسن أن يسمع صوت قلبها يبقى عادة ومشكلة بالقلب فالله يشفيها يا رب مادر الصراحة كتبوا نحبه بالكومنتاج من توقعاتكم بس انها وصلت للمقطع ثم أعجابكم تحطوا اللايك شاركوا بقناة اشتركوا في القصص انتظروا مقطع باتشورو اليوم بالليل مقطع ناري وبس مع السلامة